لكن جرع العرف في سجلات التاريخ يا دكتور يسين أنه مثل هذه الرسالة بتحفظ دائما وتبقى رسالة يعني بعد 15 سنين 15 سنة يقولون قلبوا في تاريخ تركيا ستجدون مواطنا اسمه يسين أقطاي أرسل إلى الملك الحقيقي هل استحضرت ذلك؟ هل كان التاريخ حاضرا؟ أم أنك بسجية وببساطة فكرت فالله؟ والله كنت تشوف يعني أقول لك الموقع كيف كذبت كنت صليت صلاة الفجر بعد السحور وكنت أتابع الأخبار عن الإعدامات وكل ما من العلماء كانوا حزينين وأنا ذكرت ذاكراتي مع سلمان العودة الذي والله أشهد به أشهد أشهد له بأنه كان يحبب الإسلام يعني كان يلقي محبة الإسلام في قلوب الأناس البسطاء وعندما أنا أريد أن أذكر تذكراتي ذات يوم يعني كنا في مطعم في إسطنبول يعني التقينا ووديتوا إلى مطعم في أقصري وعندما دخلنا المطعم نحن كسياسيون معتادين طبعا الناس يأتونا ويريدوا أن يصوروا معنا حشود يجتمع حولنا ورأيته الناس يأتونا أنا قلت شوية يعني جاءت افتخار بالنفس يعني ولكن رأيته كلهم توجهوا إلى سلمان العودة من بدل أن يوجهوا قلت سلمان العودة هو شخص ليس شخص تركي يعني كيف الناس يأتو إليه ولاحظت الناس يعرفوه يعرفوه يحترموه يحترموه هو ثبت نفسه بأنه هو عالم عالمي ليس عالم سعودي هو عالم عالمي أممي الأمة كلها استوعبته الأمة كلها تقبلته بأنه عالم للأمة وعلينا أن نحافظ عليه عنه يعني لماذا يعني نتركه في هذه الحالة والله هذا ولو كله دقيقة ما يمضى في السجون هذا هو عار على الأمة كلها وأنا من هنا أخاطب يعني طبعا أنا عليها كان مسؤولية أنا شخص مسقف هنا ليست والله يتركه يعني لا تظن هذا ما يقوله ويقوله أردوغان أردوغان لو يقول شيء والله لا أدري ماذا يقول لا أدري سياسة أردوغان ماذا ستكون في هذا الإطار ربما ستكون توافق بهذا الإطار أم تكون بشيء آخر ربما يعني لا أدري ولكن هذا كشخص مسقف أنا من يعرف التاريخ من يعرف تاريخ الإسلام من يعرف مشاكل الإسلام ومن يهتم بمشاكل الإسلام قضايا الأمة الآن حاليا ما في التاريخ ويوميا والمستقبل نحن علينا هذه المسؤولية يعني نفهم ماذا ستكون أنا أنا يعني وربي ربي الطلاب عشان يهتموا بقضايا الأمة قضايا ووحدة الأمة والله نحن يعني في من يظن كل ما نعمل هذا هو ضد المملكة السعودية لا نحن لسنا ضد مملكة السعودية نحن لسنا ضد أحد أو أنكم